موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في كل مكان حلقة جديدا برنامجنا مع الناس دائما لحضراتكم التحية هنائش الليلة موضوع مهم جدا مرتبط بالتقنيات الحديثة فكرة وسائل التواصل الاجتماعي لأصبحت للأسف جزء رئيسي ومؤثر في حياتنا سواء كانت متمثلة في التصفح أو النشر أو حتى تلقي المعلومات خاصة أنه كتير مننا بيعتمد في نقل الأخبار والمعرفة على وسائل التواصل الاجتماعي وده الحقيقة سلاح زوحدين لأنه في منصات في صفحات حسابات شخصية مفيدة وبتنشر ما ينفع الناس وفي المقابل بتكون في صفحات بتضلل الناس وتنشر الكثير من الشائعات أو حتى المعلومات المغلوطة زي ما بنقول كده دس السم في العسل وده من خلال ما يسمى بالبيانات الضخمة هنعرف يعني إيه بقنات ضخمة في حلقة الليلة وهنعرف إزاي يتم استخدام هذه البيانات لنشر الجهل والشائعات وكمان تضليل الناس وتغييب الوعي وهنعرف إزاي كيفية مواجهة هذه التحديات لنصل إلى الوعي الرشيد اللي بننشوده جميعا في التعامل مع التقنيات الحديثة وسائل التواصل الاجتماعي لكن اسمحوا لنا في البداية مرحب بظيفنا الكريم وعلمنا الجليل أستاذ دكتور محمد الشربيني أستاذ بكلية علوم جامعة الأزهر الشريف والنائب رئيس جامعة الأزهر أيضا السابق أهلا وسهلا دكتور محمد شريف بيه أهلا وسهلا بحضرتك وسهلا الخيرات سعيد وجودي مع الناس في قناة الناس ومع سعادتك بشكر حضرتك يعني على هذه الإطلالة وعلى وقت سيادتك إن شاء الله تكون حلقة مفيدة من خلال علمكم الغزير ورؤيتكم من حياة تكنولوجية تجاه هذا الأمر لأنه أصبح أمر مؤثر جدا وبالتالي بسأل سيادتك في البداية دكتور محمد عن مدى تأثير أو إلى أي مدى استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي التأثير على المجتمع في الوقت الحالي سلبا أو إيجابا يعني بشكر سعادتك نبتدي بأنه نقول أنه كل شيء جديد وموجود حوالينا وإحنا بنستخدمه عادة بيكون ليه الإيجابيات وليه السلبيات يمكن في وجود التواصل الاجتماعي أو منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات التكنولوجية لسهل التعمليات التواصل الحقيقة دي كان لها مجموعة كبيرة من الإيجابيات أولها هو أنه حضرتك بسهولة تقدر تعرف أي معلومات بتحصل في أي مكان حضرتك تقدر تتواصل مع ريبك ومع أصدقائك في أي وقت حضرتك تقدر تحصل على معرفة وتتعلم في أي وقت صحيح ووفقا لرغبتك إذن هنا في مجموعة من الحاجات أنا أقدر أستفيد بيها أو بستفيد بيها في عمليات التواصل الاجتماعي ده إيجابيات فيه سلبيات الحقيقة عايز أروح مع حضرتك لنقطة مدى التناقض اللي إحنا موجودين فيه وحاخد نقطة التواصل مع الأقرب والأصدقاء إحنا سهلنا عملية التواصل حضرتك تقدر تتواصل معي وأنا في أي مكان في أي وقت صحيح بس وأنا وإنت فين كل واحد مننا ورا حيطة في العالم الافتراضي إذن ده بالرغم من إن إحنا بنقول إيجابياته سهولة التواصل أصبح سلبياته فرض العزلة على الناس صحيح دي أول مشكلة طيب لما فرضت العزلة علي وبقيت أنا النهاردة قاعد كل اللي أنا بعمله إن أنا أتواصل مع ساعتك وإنت موجود في مكان آخر في الوقت اللي أنا عايزه وأقدر أعرف المعلومات اللي أنا عايزها في أي وقت صحيح وأنا بقيت قاعد لوحدي لوحدي أنا بعمل كل حاجة وبعرف كل حاجة صحيح وبقول كل حاجة ليه؟ لأنه ما فيش حد شايفني فأنا هقول اللي أنا عايزه وممكن أكون وقح في وقت ما حب برضو ما فيش رقابة وما فيش حد شايفني خلي بالحضرتك ما هو تأثير هذا على الحالة النفسية ليس فقط للفرض ولكن للمجتمع كمان ككل بالرغم من وجود هذا التواصل ولكنك كفرض أصبحت قلق لأن داخلك تناقض أنا بتواصل وفي عزلة ما هذا القلق النفسي اللي موجود جوانا أنا وحضرتك مش حاسين لكن ده واقع إذن إحنا أصبحنا في عزلة بالرغم من التواصل التواصل السهل أدت إلى أدت إلى بالتأكيد مشاكل نفسي نتكبر الموضوع شوية لأن أنا وحضرتك مجتمع فأصبحت أو تصبح مجتمع متقطع الأوصال بالضبط خلي بالساعتك لما تكلمنا تكلمنا على إيه كمان بقى أنا حر بنا ما أقول لأنا عايز وحد شايف وبعدين في الآخر رأيك مش عجبني وإحنا دخلنا مع بعض في دي بيت عملت بلوك إذن ده أصبح لي تأثير كمان على سلوكي صحيح وعلى إيه كمان وعلى الأخلاقية نروح لسلبية أخرى خلي بالحضرتك كده إحنا عددنا عدد من السلبيات مختبطة بي كشخص أو كفرد وكمجتمع وجزء أخلاقي ونضيف على الجزء الأخلاقي بقى هو كيف يتم استخدام هذه البيانات اللي أنا أحطها إذن بالرغم من وجود إيجابيات ولكن السلبيات أكتر من الشيء العجيب إنه هذه الإيجابيات أمامها متناقضات بتقول إنها سلبيات صحيح وتؤثر سلبا بشكل كبير جدا طيب ده إجمالا وبشكل عام يا دكتور محمد على هزم الإطلال خلينا أروح مع حضرتك بقى المفهوم البيانات الضخمة يعني إيه بيانات ضخمة وكيف يمكن استخدامها نروح كده على إحنا كلنا في إيدينا موبايلات دلوقتي والموبايلات بتاعتنا الحقيقة موجودة عليها كل حاجة تخصني وهي عليها رقم حسابي كبير صحيح وباسوردات كتير وحاجات مهمة جدا حياة الواحد بقت في الموبايل الأسف شديد والداتا بتاعتي كلها دلوقتي علشان الميموري كارد ما بيقدرش يشيلها فأصبحت موجودة على الكلاود اللي بتفعله مقابل وهو عندهم باخد بأجر مساحة منهم طبعا لا حضرتك بتتفعله مقابل وأنا وحضرتك برضو التليفون اللي في إيدي لما بروح البيت بيقول لي ولكم هوم وعارف إن أنا معاد نزولي من الشغل ساعة ثلاثة ونص فالساعة ثلاثة ونص وخمسة فستطعت أنه يقول لي أنت منزلتش ليه قدامك عشر دقايق وحيبقى عندك مشكلة ترافيك في الطريق كم البيانات اللي أصبح موجودة النهاردة في الكلاود كم كبير جدا رايح في كل حاجة وعن كل حاجة هل يتم استخدامها مين بيستفيد بينها مين بيطرع عليها بالتأكيد لازم يكون بيتم استخدامها لأنه حضرتك بتدفع فلوس الكلاود لكن هل حضرتك في حاجة أكتر من أنك أنت تدفع المساحة اللي بتخزن فيها يعني لو حبيت تعرف معلومة مش بتعرفها ببلاش لو حبيت تكلمني في التليفون على النات مش بتكلمني ببلاش صحيح حقول لحضرتك أنه طالما أنا بتلقى سلع مجانا في مقابل بتدفع فالمقابل هو أنا كسلع صحيح إذن أنا اللي بتبع أنت مستهدف أنا اللي بتبع في إعلانات في بيانات طيب هتروح فيه البيك داتا دي هو الشيربيني هو قاعد كده عمل بيعمل سكرولينج للفيسبوك هو بيتفرق فالشيربيني بيجي على مواضيع معينة بتستهوي يتوقف أمامها فبيتوقف عندها بعضها يعملوا لايك أو ديس لايك أو يكومنت هنا حضرتك بتظهر اهتمامك بزرط ومستوى هذا الاهتمام وفي أنهي موضوع وكاتيجوري فتبص تلاقي بقى يعني أوتي إليك من كل حد بنوصيب بكل حاجة تتعلق بالموضوع ده يعني استخدمك كسرح طيب نروح بقى للخطر هو أنا الوحدي تأكيد وهل في لكل واحد فينا أو لكل خمسة فينا في واحد قاعد عمال بيرائي بالداتا اللي أنا بعملها يعني بكتب بنشر صور مش عارف رأي ولا هو برنامج وسيستم بيتم وضعه بزرط وفيروس ده برنامج بيجمع شربيني واحمد محمود اسماعين وتوادرس اهتماماتهم مشتركة سلوكهم واحد اثنين تلاتة إذن هو هنا درس اهتمامات وسلوك يتحول للموضوع لانه الكم الكبير من الداتا ده يتم بيه عمل موضل يبقى فيه نموذج اكس نموذج اكس ده هو مجموعة الاشخاص اللي ليهم البيهيفير والسلوك بتاع الشربين ومجموعة الاشخاص دول اما ليهم البيهيفير والسلوك بتاع تاودرس اذن احنا هنا نمزجنا الناس واسمناهم الى الشرائح وقطاعات مختلفة وعرفنا اهتماماتهم اه عرفنا كل موضل فيه عرفنا كل واحد هو بيفكر ازاي هو سلوكيات وحتبقى ازاي طب وبعدين دخلنا في زكاة الاصطناعي احنا بقى عندنا كم كبير من البيانات كم ضخم واحنا محتاجين دلوقتي هنستخدمها للصالح مش لوحش ربما يكون علشان انا بروج لسلعة فانا عرفت اهتماماتك فانا هوجه لك السلعة ده احتمال وربما يكون علشان اعمل لك توجيه فكري وده بيحصل فيبقى انا هروح هدف لك معلومة واستنى رد فعلك عن المعلومة دي رد الفعلي ده اللي انا اتوقعت يعني انا توقعت اه البيانات الضخمة دي ممكن تستخدم لتشتيت الافكار ولتجنيد بعض الاشخاص ولبث السم في العسل زي ما بنقول يا دكتور او لدس السم في العسل ده مش بس دس السم في العسل ده هو بقى دس السم مباشرة المشكلة تتحول الى اخطر من هذا لما بنتكلم على ان احنا رايحين لزكاء الصناعي خلينا نحط كده زكاء الصناعي في ثلاث شرايح في شريحة منهم اسمها زكاء الصناعي الويك ضعيف وزكاء الصناعي القوي وزكاء الصناعي السوبر حضرتك تقدر تستخدم الادوات الموجودة في الزكاء للصناعي دلوقتي لانك انت تقول اكتب لي موضوع الفلاية عن كذا وانا عايز بمستوى ان انا بتكلم ناس بروفيشنال وكم كلمة بالزبط فيكتبولك حتقول حولهوا لي الpowerpoint فيحوله لك خليبال حضرتك انت مدتلوش اي معلومة انت مدتلوش اي معلومة انت ديتو رأس الموضوع بس بالزبط اعملوا لي powerpoint اعملوا لك powerpoint انا عايز فيلم توضيحي اعمل لك فيلم توضيحي كده احنا بنتكلم على weak وبنتكلم على strong بنروح للأعنف بقى لما يكون انا عامل برنامج لديه سلوكي الشيربيني و معلوماته ومعرفته وعمل برنامج اخر عنده معلومات احمد وسلوكه والتوقعات بتاعته وبقى امدل two models وخلي الموضل ده يكلم الموضل ده ويبقى كل موضل منهم عنده المقدرة لانه يتعلم الجديد من الموضل A يعني الموضل B هيتعلم من الموضل A علشان يبني رد فعل بناء على سلوك أحمد ويحدفه للموضل الاولاني انا قادر اوضحها نعم فيقوم الموضل الاولاني ياخد السلوك ده يتعلم منه احنا كده بنتكلم على الالة نفسها اللي بتتعلم واللي بتاخد القرار عظيم دخلنا في السوبر دخلنا في قضية انك ما هتبقاش عارف هي ايه التوجهات هو اصل انت مش عارف اساسا مين اللي كان بيفكر والتفكير ده وصل لاني مرحب هو شخص ولا جهة ولا جهة برنامج ولا ايه بالزبط الله شخص ولا جهة طبعا ولا برنامج اذا احنا هنا بقت وانا فريسة المعرفة عندنا بقت مشوشة احنا احناش عارفين اصل كل ما كترت الداتا كل ما احنا بقينا في مشكلة انا لما حط لك مجموعة كبيرة من الخيارات قدامك وبقول لك اختار قدامك 2 مليون خيار اختار منهم لما لما تيجي حضرتك كنا زمان بنتفرج على قناتين تلفزيون صحيح وبعدين بعد كده الاف مش مئات حتى ماشي وبعدين بعد كده بقت تلفزيون في قنوات كتير قوي وتلفزيون زكية وبعدين منصات دلوقتي بالوقتي بقى احنا بنعمل ايه نمسك الريموت وتقعد حضرتك تاك 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 بتقل في كل القناة اللي موجودة بتثبت على حاجة ممكن بس انت ممكن تقضي كل الوقت اللي انت محدده اللي انت محدده تقضي كل الوقت في انك انت عمال بتتحرك تبعت حاجة بس في نقطتين هزودهم على المصايب اللي موجودة الاولانية اللي احنا اتكلمنا عليها السلبيات بقى نمر واحد انا اصبت بغرور معرفة انا اي حاجة عايز اعرف اعرف بس انا ما بعرفش حاجة ده انا بقعد ادور الوقت في صحيح صحيح ما عدتش قرية مقال في عدد ساعات معينة ما عملتش بحث يعني ما فيش اطلاع واسع ما فيش ثقافة مجرد خشور وانا بجري سطحي التفكير حضرتك شايف كم التناقض هنا عمل ازاي غرور معرفة وسطحي التفكير امكانية التواصل السهل وفي نفس الوقت العزلة الاجتماعية اصبح كم القلق الموجود لدى الفرض لا نهائي هو مش حاسس بدا هو لا يشعر بي لكن هو داخله وداخل عقل الباطن هو ده اللي بيختلف ده القلق اللي موجود جواه علشان كده بعض المدونات والصفحات كمان ربما تبس معلومات عن كتير من النظريات منها مثلا النشوق الارتقاء دكتور محمد الى اي مدى شايف الخطورة هنا لانه للأسف الشديد كتير مننا بقى مصدر معلوماتهم فقط هي تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي حضرتك لمست نقطة مهمة جدا وخليني انا حرجع حرجع شوية بالتاريخ سواء من الناحية الفلسفية او من الناحية العلمية احنا بداية كده كان عندنا نظرية زمان اسمها نشوق والارتقاء وكانت بتفترض ان الانسان نشأ نتيجة اي حاجة موجودة فحصل سبارك والشمس فالحياة نشأتوه دبت فيه وعاش وتطور ومع الوقت ثبت ان الكلام ده غير صحيح لما جه لويس باستير الكلام ده مش صحيح وانه فيش حاجة اسمها انه يعني الحياة هتنشأ في عدة لحمة مرمية كلام ده مش صحيح وجيه بعد كده داروين كده احنا اتكلمنا على تسالس العلمي لموضوع النشوق والارتقاء في التاريخ بتاعه انا هرجع لنحية ثانية وهي الناحية الفلسفية لما نرجع الى القرن الستاشر وبداية ما اطلق عليها عصر التنوير في اوروبا ثورة فنبتدي نروح الى سيطرة رجال الدين على المجتمع نعم سيطرة رجال الدين على المجتمع فكرة الاصولية في التوقيت ده وسيطرة الكنيسة وخلافه بالزبط كنيسة مسيطرة داروين الحقيقة الفكرة اللي هو اتكلم فيها والنظرية اللي طلعت الخاصة بيه التطور طلعت نتيجة انه هو عمل رحلة لمدة خمس سنوات راح لبرازيل وراح لأحد الجزر اللي موجودة في الاخر ناحية القطب الجنوبي واتفرج على الطيور اشكالها بتتغير ازاي منائرها بتختلف ازاي الحيوانات اللي موجودة وعيشة في المناطق دي شكلها ازاي وهو كان ملعب انه هو يجمع العينات الراجل جمع العينات بتاعته كتب الملاحظات بتاعته ورجع بلدهم قعد حوالي خمسة وعشرين سنة يكتب الكتاب الشهير بتاعه داروين استاذن يعني سيادتك دي واقفة مناسبة لان احنا عندنا فاصل لازم نطلعه تمامي ونرجع نتكلم عن الكتاب اللي كتب وداروين بعد خمسة وعشرين سنة من مساهماته ومشاهداته لعملية التطور نعود الى حضراتكم مشاهدين الكرام احنا بيكلم عن خطورة وتأثير التقنيات الحديثة وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع سلبا وإيجابا نعود الى حضراتكم اشتركوا في القناة 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 الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع بالأساس عندما خرجت علينا أو تم الحياة هذه الاكتشافات كان غرض منها هو زيادة التواصل الاجتماعي لكن هل حققت ده؟ ده اللي بنحاول نستكشفه النهاردة وخطورة استخدام هذه الوسائل على التماسك المجتمعي مع أستاذنا دكتور محمد شربيني الأستاذ بكلية علوم ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق. برحب بحضتك دكتور محمد. الله السلام بحضتك. هواك قدمت صورة شاملة لتأثير المواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع اتكلمنا كمان عن البيج داتا أو البيانات الكبيرة أو الضخمة إزاي بيمكن استخدامها لبث بعض الأفكار لدس السم في العسل إنجاز التعبير. وبعدين رحنا لخطورة استقاء المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي على بعض حتى النظريات زي نشوء الارتقاء وحدك قدمت لنا أيضا صورة لهذا الموضوع. توقفنا عند جهود داروين في موضوع النشوء والارتقاء والكتاب اللي استغرق منه يعني عدد كبير من السنوات. وأطعت حضتك عشان نخرج لك. كلنا أزان صغير أصل الأنواع شكرا أصل الأنواع أصل الأنواع هو الرجل كتب الكتاب بتاعه وافترض نتيجة الملاحظات بتاعته إنه الكل جه من نشأة واحدة وتطور وإن البقاء هنا حيكون للي يصلح لأنه يتكيف ويقدر يعيش مع البيئة المحيطة كلام جميل ولا ولا نعترف ولا نعترف ولكن حتى داروين نفسه أنا مش عايز أخش في تفاصيل العلمية لكن حتى داروين نفسه كان عنده تساؤلات هو نفسه لم يستطيع الإجابة عليها إذا كان الأصل نشأ ولم يتطور يعني الحاجة جت فجأة صدن حتكون جت إزاي ما هو لازم يكون فيه لها منشئ إذا هو لم يجيب على هذا السؤال في الأصل إنه الحاجة الأساسية والأولية نشأتها كانت إزاي هو ما عندهش الإجابة هو عنده الإجابة على عمليات التطور صح وإحنا متفقين لأنه طبيعي أنا بتأقلم مع البيئة اللي أنا عايش فيها فأنا كبني آدم أنا مش في حاجة لأن أنا حرك وداني لأنه عندي إيدي بهيش بيها فأنا مش في حاجة لأن أنا حرك فوق داني فعضلات وداني بالتأكيد حصل لها ضمور ومويتش تستخدم وهكذا حاجات كتير بس هنا كانت النقطة أنه في نظرية النشوق والارتقاء الأمور كانت بتتاخد على استحياء وتعمل جدليات مع الكنيسة في القرن الستاشر لما جيدر وانطلع نظريته ونشر كتابه في الالف وثمانمية وخمسين مثلا هنا أصبح فيه متكأ نتكأ عليه للخروج من سيطرة رجال الدين فابتدينا نتكلم ونقول إيه لا استنى هنا تنشأ الجدليات نخش في جدل ونبتدي نتساءل الأسئلة اللي نسألها وإحنا أطفال صغيرين فنقول هو ربنا موجود طب هو فيه يعني فوق ولا تحت بشكله إيه نخش في الأسئلة دي خلي بال حضرتك لو تتبعت اللي بيحصل على السوشيال ميديا حتلاقي الدروينية موجودة وحتلاقي إن شوق الارتقاء موجودة آه الشباب بيتنقل وحتلاقي جبل الجليد في قارة أنتراكتكا موجودة ونتكلم على الحضارة المدفونة تحت مش عارف سفح جبال مش عارف فين وجادل حولي كراوية الأرض وتغير المناخي ونجادل حوليين كراوية الأرض ونجادل حوليين ونقول لا 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 دا الأرض مسطحة يا فندم صح الأرض الزماني العلمة أول ما ابتدى قال إن الأرض المركز مفيش آي مشاكل حنروح لنقطة مهمة بقى أنا معلش هرجع تاني الموضوع دروين هنا انقسم عملية الإلحاد انقسمت نصين نص منهم ونحربط بالكلام اللي حضرتك بتقوله دا نص منهم راح لي المنهجية العلمية والاتكاء على العلم في قدام إنه هو يعمل جدليات فلسفية وجزء تاني لما ابتدت المركزية تانشأ راح للجزء الأخلاقي الإنساني وابتدى يتكلم على إن فيه اضطحات في المجتمع وعدم مسواة والكبير بيأكل الصغير والأغنية بيأكل الفؤرة فأصبح فيه ناس بتتكئ على العلم وآخرين يتكئوا على الإنسانية صحيح؟ هل الاتكاء لما بنتكلم على حنفترض جدلاً إن إحنا بنتكلم على العقيدة العقيدة بتاعتي حنفترض جدلاً إن إحنا بنتكلم عليها كمفهوم فلسفي هل ينفع إننا أساعد هذا المفهوم الفلسفي بفكرة علمية نفنطها كده إن الفكرة العلمية أو النظرية العلمية أو ما نراه إحنا بنرى ونضع نظريات وفقاً لحدودنا اللي إحنا عارفنا أنا ببني مبنى بطرق هندسية تتصق وتتناسب مع مجموعة النظريات اللي موجودة عندي علشان نبني المبنى ده على حتة الأرض دي عظيم لو أنا طلعت الأمر هاخد الرسم ده بنيه فوق مستحيل مواطعات مختلفة كل حاجة مختلفة دخلنا في قصة إذن كل ما هو موجود لدينا الآن في العلم هو حالة خاصة مش هو الحالة العامة إذن هنا الدنيا العلم بيتغير في وقت من الأوقات كان فيه نظريات مع نظريات الإثير والإثير دوت كان جدلاً بيتقال إنه لازم وجود ولازم وجود وسط علشان الضوء ينتقل خلاله وتم افتراض إن الوسط ده هو مادة موجودة احنا مش شايفين اسمها الإثير زي زي له ثبت بعد كده إن الكلام ده فشل مش مظبوط مش مظبوط إذن النظريات العلمية تتعدل وتتغير معلش أنا هروح للحتة بقى بتاعت الاتكاء على الفلسفة كمان الحروب الصالبية تفسرناها كبشر بإنها حروب دينية ومع الوقت قررنا نغير تفكيرنا فأصبحت حروب تهدف إلى السيطرة على السروات إذن حتى لما بروح للإنسانيات الإنسانيات هنا متغيرة إذن شيء غير صحيح على الإطلاق إنك أنت تربط معتقد بأمور متغيرة علم يتغير وليس ثابت إنسانيات للتتغير ده التتغير وفقا للأهواء بالمزاج إذن صعب إنك أنت تجعل من هذا مستقل نروح بقى هل أنا عقديا محتاج العلم علشان يأكد لي ديني إذا كان العلم ربما يكون غير صحيح صحيح هل أنا إنسانيا إنه اجتهاد بشري هل أنا إنسانيا بناء على الفكر الإنساني أقدر أتكئ عليه لأن أنا أثبت صحة عقدي لا إذن هنا الاتكاء على الحاجتين من المبدأ مغلو غير سليم طب يبقى الهدف منه إيه إثارة جدل إثارة جدل وإثارة الجدل ده اللي ممكن يوصل لبعض الشباب وقوهم تحت تأثير السوشيال ميديا والحديث عن بعض النظريات زي نشوق الارتقاء وحتى جدلية كروية الأرض دكتور هل ده ممكن يفتح باب زي ما حدك تفضلت للإلحاد عند البعض مش عند الكل ده هو مش بيفتح باب مهو ساعتك إحنا الجدليات نخلقها فنعمل جدل مبين أصحاب الديانات المختلفة وبعدين نعمل جدل مبين أصحاب المزاهب المختلفة في كل ديانة وبعدين نعمل جدل مبين الأفكار المختلفة إحنا عملين بنخلق في جدليات كل ما بخلق الجدليات ما هو ده رايح ناحية البيك داتا كل ده رايح ناحية البيك داتا النهاردة إحنا بنتكلم عليها بشكل رقمي هل هي ما كانتش موجودة لا هي كانت موجودة هي كانت موجودة وتستخدم إن يبقى عندك كم كبير من المعلومات عندك كتير من الجدل فتؤدي بيك إلى الشك هنا بقى دخلنا في النقطة اللي حضركم تتكلم عليها أنا رايح ليه نقطة الإلحام إنه أنا مش مقتنع طب هو النقطة الأساسية إن أنا اترامت للمعلومة خدتها بسطحية أولا لأنا قريت داروين قال إيه ولا عرفت الردود اللي بتتقال إيه لكن أنا سمعت القشور وخدتها وابتديت أبني عليها هل الكلام اللي بيتقال ده علميا تم تعديله أو نافه أنا ما دورتش عليه لا أنا بسكرول والسكرولينج ده بيفرز لدوبامين قطر في دماغي يحسسني بالسعادة والنشوة بإن أنا أعمال بتطرق إذن أنا سكرولينج للفيسبوك وسكرولينج للمواقع بتاعت اللي عمالة بتنشر في معلومات واللي ربما تكون بتنشر بجهاز عليه برنامج بيحدف لي المعلومات اللي هو عايز يحدفها بالضبط بيعمل لي التوجيه اللي هو عايز يوجهه يمشيني في الطريق اللي هو عايزه ده كلام في منطقة الخطورة دكتور يعني هي حرب يعني حرب شعواء على العقول وإن ما كانش يبقى عندنا رشد وواعي في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المختلفة فإحنا رحنا بنخسر أجيال كاملة من أبناء هذه الأمة بشكل عام خلونا نطلع فاصل ونرجع لأستاذنا دكتور محمد شربيني نواصل الحديث عن هذا الموضوع المهم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رجعنا لحضراتكم مجددا بنتكلم عن تأثير التقنيات الحديثة وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع ضيفنا الكريم هو الأستاذ دكتور محمد شربيني نائب رئيس جامعة الأزر السابق والأستاذ بكلية العلوم هننحو نحو منحا مختلفة دكتور محمد ونتكلم برضو عن مفهوم النمازج العصبية الرقمية واحنا بنحاول نوضح للسادة المشاهدين ازاي الداتا الضخمة او البيك داتا او المعلومات يعني مع بعض النظريات والجدريات تؤثر على العقل الجمعي للناس وعلى بعض الشباب حتى تؤدي بهم إلى يعني ما لوحهم عقباء يعني نعم يمكن انا اتكلمت وقلت في البداية انه فيه عندنا سوبر زكاء اصطناعي هو السوبر زكاء اصطناعي دوت هو القادر على انه يتخذ قرار يعني انا اقدر اعمل روبوت الروبوت ده هيؤدي مهمة محددة يتحرك وفقا لهذه المهمة اللي انا مسبقا من دهله وفي الكلام برضو اتكلمنا على ان انا اقدر اخذ هذا الكم من البيانات الكبير واعمل به نموذج الشربيني وهذا الكم من الكلام الكتير او البيانات الكتير لان انا اعمل بها نموذج لحمة لو انا اقدر تخلي الاتنين يكلموا بعض وده قائم وموجود وكل واحد منهم يبقى عنده المقدرة لانه يبني خوارزميات جديدة جمل الخوارزميات هي مجموعة تبقى موجودة في برنامج وده سهل دلوقتي حضرتك هتخش على اي برنامج موجود دلوقتي على انت لو دخلت على الموقع اساسا براوزينج انك تدور وقلت له انا عايز كود يعمل كذا بلغة كذا حيديلك الكود اذا هنا بقى فيه امكانات لما الجهاز ايه كلم الجهاز بيه انهم يتعلموا من بعض انهم ياخدوا قرارات جديدة بناء على الحاجات اللي تعلموها من بعض وطالما اصبح فيه تعلم وقدرة على انه ياخد قرار يبقى اصبح هنا فيه ما يشابه الخلية العصبية في دماغ البنات لهو بيتصرف نموذج نموذج عصبي رقمي بالضبط دي الأمثل في العلم بنقول لو النحل لو النحل مات النحل لقات حالة موت للمناحل اللي موجود نتساءل هو ليه فدوروا بحسوا فلقوا ان النحل ده بيطلع على مزارع التبغ اللي جنب المزرعة ويرجعتين قالوا ايه بس يبقى التبغ ليه تأثير سلبي على الكائن الحي والكلام ده اتنشر سبعة اصحاب شركات التبغ في العالم اجتمعوا على الفور لمواجهة هذا التحدي وراحوا امطلعين ببيان على المجتمع قالوا انه هما سعداء جدا بالنتائج اللي توصل لها هذه الابحاث وانه بناء على كده هما قرروا انه هما يصرفوا على البحث العلمي اللي هيتعمل على التبغ وتأثيره على الكائن الحي هيدي مفاند يعني للا جميل ازا هنا الموضوع اصبح ممول نبتدي نعمل مجموعة من الابحاث هنا بقى هيجي دور البيك داتا نبتدي نوجه لان احنا نعمل مجموعة من الابحاث كده ومجموعة من التساؤلات هو يطرى كم التبغ اللي النحلة ممكن تكل منه يبقى قد ايه عشان تموت طيب هل يطرى الناس اللي بتموت موليد شهور معينة ولا كل شهور خلي بال حضرتك هنا هو عمال بيوجه في تساؤلات كتير جدا فانت تعمل كم ضخم جدا من الابحاث فتصفح حقا تاهت الحقيقة الله حضرتك روحت بقى لصلب الموضوع انه خلق جهل الكم الكبير من الداتا خلق جهل الجهل بيؤدي الى تشتت ومن ثم الى الجهل بالزبط كده فلا انا بقيت عارف ولا حضرتك بقيت عارف وبقت المعلومة ممحي يحصل بعد كده ايه يحصل ان احدى الجامعات يوصلها طرد الطرد ده في مئة ألف ورقة المئة ألف ورقة دي فيها أبحاث ملفقة فيها الفلوس اللي اتدفعت لإجراء أبحاث معينة وكل الأبحاث دي 93% من الأبحاث اللي كانت تم إجراءها كانت ممولة من شركات من شركات التبغ عشان توجه الدفة في الاتجاه اللي يا عايزان تضلل الله لما بقت فضيحة لان الجامعة طلعت عملت مؤتمر صاحب وطلعت الوصائق دي الكلام ده كان سنة 69 طلعت الوصائق دي على العلن ونشرتها أصبحت فضيحة عند شركات الدخان هيعمل ايه خلاص يا عام احنا وحشين هنكتب لك عليها احذر التدخين بموت لكن هو في وقتها استخدم الداتا الكتير علشان انه يتوه الحقيقة ويضيعها ويجهل الناس بزار 5G جاي ده فعاليا انه خلاص موجود هو انهي نسبة بالزبط هتبقى خطر هو كان مسئول عن الكورونا هو خد بالحضرتك احنا عملين بنخلق مجموعة من الجدلية اللي تنتهي في الحقيقة العدد لكم كبير جدا من البيانات اللي انا وحضرتك نبقى ما احناش عارفين هو صح ايه فخلاص خلينا في التكتوك ده بيد فعن يسأل حضرتك دكتور محمد عن كيفية مواجهة هذه التحديات وعلى من تقع المسئولية الموضوع جد خطير الاسرة مستهدفة الافراد مستهدفون المجتمع مستهدف الامة مستهدفة وغياب الوعي الحقيقة بيؤدي الى امور في منتهى الخطور فكيف نواجه تحدي ما هو بس ما بقاش غياب الوعي يشير كبير ما بقاش بس غياب الوعي بقى الموضوع ان انا بضيعلك القيم والمثل الاخلاقيات والاخلاقيات بضرب لك السوابت وزي ما ساعتك بتقول كده انا بضرب السوابت والمثال اللي بنشره لك ايه شوية تيك توك عليهم واحدة واخوها بيعملوا كلام عجيب او اتنين قاعدين مع بعض كبس كبس وديني اسد وديني مش عارف وردة وديني مش عارف وده يتحول لفلوس وبعدين ولادي ولادك يقعدوا يشوفوه اللي بيعمل دوت وهو راكب لمبورجيني وبعدين انت كمان بتديله المعلومة لانه طب ما هو رايب هيبقى فيه شريحة صغيرة كده ممكن تتزرع تحت جلدك فيبقى فيها كل المعلومات اللي انت محتاج انك انت تعرف وليس لازم للتعليم موزكة للصناعة هيحل لك كل المسائل وهيحل لك كل المشاكل وهيديك كل المقالات وهيعرفك على كل المعلومات تبقيت محتاج ايه انا هروح مع حضرتك بقى اللي احنا قلنا الهرور المعرفي ويه صحيح ده تجهيل يا دكتور يعني بالضبط احنا كنا بنعرف العلم انه هو البحث منهجية علمية زي ما حدك تفضلت نروح احنا محتاجين نواجه ازاي الحقيقة صعبة جدا انه احنا نتكلم على ان الدور هيبقى دور لجهة هو الدور اللي يجب انه يكون موجوده على كل نتكلم على مستوى دولة فيجب انه يكون فيه قوانين وتشريعات استباقية ما اقدرش اقول دلوقتي ان احنا مستنيين لما نشوف الزكاء اللي الصناعية هيعمل ايها عشان نعمل قوانين وتشريعات لا لازم يكون فيه قوانين وتشريعات بتضبط التعامل مع هذا الامر نمرة اتنين انه يبقى فيه جهة مسؤولة عن متابعة هذا وفي حالة خرق هذه التشريعات يبقى فيه سبل للعقاب اذا كده احنا بنتكلم على مستوى دولة على مستوى الدول لابد انه يكون فيه تشريعات موحدة تنظم التعامل مع الزكاء الاصطناعي وتقول ايه اللي يعتبر اخلاقي وايه اللي يعتبر اخلاقي على مستوى الشركات بتاعة الـ اي تي انه هي تشتغل مع بعضها علشان تعمل برامج جديدة لكشف التلاعب بالذكاء الاصطناعي على مستوى المجتمع لانه يبقى فيه في المدارس نشر للوعي انه يبقى فيه الاعلام بيعمل نشر للوعي اذا الدور هنا ما هوش دور جهة واحدة ده هو الجميع لابد من ان يتكاتف لان القصة ما هيش الحقيقة بتتوقف عند قصة الالحاد ولكنها هي حرب فعلي وبالتالي الجميع يجب ان يتكاتف لمواجهة هذه الحرب او من يمتلك النوه او المعرفة هي يقدر يقتحم المجتمع اللي هو عاوز يقتحم او يدمر انصحة تعبير دكتور بالضبط قصة الوعي من الحقيقة من الموضوعات المهمة للدولة المصرية كبير بتتكلم فيها وحريصة على رفعها طبعا موضوع رائع برأيك ازاي نوصل للوعي والوعي الرشيد في مواجهة مثل هذه التحديات دكتور لابد من تكاتف مدرسة مجتمع بالضبط المدرسة الجامعيات الاهلية الجهات المتخصصة في المعلومات الاعلام لو احنا بنتكلم انا قلت الجامعيات الاهلية ده مهم جدا دورها كبير جدا النقطة هي احنا محتاجين انك انت اتكلم الشباب وتكلم الصغيرين باللغة اللي يفهمه يعني احنا مش محتاجين انك انت تقعد تديله كلام كبير قوي كده فهو ينم مني صحيح انزل المستوى اخبه باللغة او باللهجة اللي يفهمها بالضبط فلما اتكلم على وعي انا محتاج مهم جدا ان انا اتكلم بلغته لان لازم المعلومة توصل المعلومة اللي بتوصل النهاردة للولاد معلومة مش هوهة ما هيش كاملة ما هيش صحيحة بصرف النظر هي معلومة علمية او معلومة فلسفية الاتنين مش صحاحة كم مدات اللي بيوصلوا هو يقدر يعرف منين ويصق في ان المعلومة اللي مرمية قدامه دي معلومة صحيحة لما بنتكلم على حضرتك تعرضت لنقطة المناخ لما بنتكلم على الجدليات وكروية الارض او تغير المناخ اللي بيحصل تغير اللي شغل الناس على احنا اتفقنا على ان كل حاجة بتتعامل هي بتتحدى في المعلومات لان في اسباب طب ايه اسباب القصة ليه احنا بنتكلم على المناخ ونسبته او ننفي احنا هل ايه داخلين في الجدلية دي الموضوع ببساطة يا فندم لما يطلع علماء البيئة يقولولي ان فيه تغير مناخ فييجي ناس تانية تقول ايه الكلام ده كلام فارغ فيش حاجة اسمها تغير مناخ وما تقول ليش انه النمط بتاع حياة الانسان هو السبب في الاحتباس الحراري خلي بالحض غطتك النقطة انا وراح على ايه نمط حياة الانسان والمقصود هنا هو نمط الاستهلاك المقصود هنا هو نمط الاستهلاك هو حضرتك النهاردة لما تقول الاحتباس الحراري بسبب استخدام للفحم بسبب استخدام للبترول بسبب استخدام الاجهزة التكييف بسبب ايه في ايه طبعا احنا نبيعلم مين وانت عايز تحط القوانين تراشد استهلاك الحاجات دي طب مين اللي هيبيع صحيح صحيح حالك شرفتنا فيه رسالة فيها دكتر محمد تحب توجهها لمشاهدين الكرام يعني تليغرافية كده طبعا انا يعني انا بتمنى من ولادي لما لما يجي يقرى المعلومات او يقرى اي بوست موجود قدامه انه لازم يتأكد هل البصل ده صحيح ولا مش صحيح احترسوا ان انت هويتك مستهدفة خلي بالك انت كمل معلومات اللي بيتنشر لك النهاردة عن حضارة المصريين القدماء ولا اصل كان فيه قبلهم ولا اصل فيه فضائيين خلي بالك انت مستهدف ووطنك مستهدف انت في دول اخرى النهاردة عايزة تقول ان انا اصل الحضارة انه هما السبب ده بيقول وكذا ده بيتقال والسنترو افريكو وغير خلي بالك لازم تعرف مش اي حاجة بتتحط قدامك انت ترجع تعمل لها شير او مسلم لانك انت بقيت مساهم مساهم في هذه المصيبة انت بقيت مشارك في هذه المصيبة انت بقيت بتهد كيان دولة وانت مش واخد بالك ومعتبر ان الموضوع بسيط انتبهوا انتبهوا لبلدنا غالي علينا وتستاهل نشر الاكاذيب ده بالتأكيد بيندرج تحت القول والحديث اللي بيقول يعني كفى بالمرئ اثمن ان يحدث بكل ما سمع على الاقل نعقل الامور ناخد بالنا نتحقق ما ننشرش حاجة احنا مش متأكدين منها ونحافظ على اصرنا وعلى ولادنا وعلى مجتمعنا وعلى وطننا الغالي بشكر الاستاذ دكتور محمد شربيني شكرا جزيلا النائب السابق لرئيس جامعة الازهر وايضا الاستاذ بكولات العلوم وبشكر حضراتكم مشاهدين الكرام غدا لقاء جديد وفريق عمل جديد باذن الله من برنامجنا مع الناس الى اللقاء شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة